الحمد لله كتب على نفسه الرحمة فهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك بيده مقالده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد جاءت سورة الملك بهذا المعنى حتى يكمل إيمان المؤمن إيمانا فيه التسليم وفيه اليقظة وفيه البصيرة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور ويقول جل شأنه بثا في أرواح المؤمنين حتى تكون صلتهم به صلة عن يقين لا سواه فهو الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فالحياة لا تبقى على حال واحد من صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر ومن نصر إلى هزيمة ومن هزيمة إلى نصر هذه مجريات الحوابث في البشر والذي أجرى هو الله أجرى للابتلاء حتى يرى المؤمن عاقبة أمره إذا كان الخير خيرا فهو فتنة وإن كان الشر شرا فهو فتنة يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها المسلمون إنما يصيبنا في هذا الوقت يدعونا إلى الانتباه وإلى اليقظة والتبصر وإنما ألهم الله به شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين عندما دع الأمة إلى لقاء مع الله يرى فيه الناس حقيقة أمرهم مع ربهم في سنة صلاة الاستسقاء وهي ركعتان فيهما القواءة الجهرية والركوع لله والسجود لله بداية للرجوع رجعنا وندمنا وعرفنا أنك الله لا رب سواك فأنت صاحب الكون وأنت محركه وها نحن بين يديك نتذلل لجنابك ونخضع لعظمتك نعترف بذنوبنا وخطايانا وما أسرفنا على أنفسنا وندرك قول نبيك صلى الله عليه وسلم البر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت كما تدين تدان إنهم موقف التوبة الإنابة الندم اللوم هي النفس التي أقسم الله بها في كل الأحوال وقرناها بيوم القيامة فالنوم بداية يوم جديد وبداية رجوع إليه وبداية منهاج وطريق مستقيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إنه يوم نلوم فيه أنفسنا عندما نصلي لربنا وعندما نعلم أن حالنا قد تغير قد تغير إلى ما نحن فيه وانتشر الفساد في البر والبحر وذلك من سيئات أعمالنا وما فرطنا في حق ديننا فقد ظهر الفساد وعم ويقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيها المسلمون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن البلاء واقع وإننا نتضرع إلى الله خلف إمامنا الأكبر وحتى نعلم من هذا الاجتماع أن تغيير أنفسنا هو سبب البركة وسبب النعمة فالشكر بإقامة الشرع والدين هو الذي نتغير به حتى تأتي الرحمات وتعم البركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وإنها سلمة طيبة أن ينبض قلب إمامنا بمشاعر الناس وهو واجب عليه لأنه حركتنا وإمامنا وأمامنا في المواقف وقد عم ذلك فدعا إلى الصلاة دعا إلى الله وإنها دعوة نرجو في هذا الموقف أن يعقبه ما يتحرك به قلبه وما تتحرك به مشاعرنا فهو المسؤول الذي جعله الله إماما ونحن من ورائه فهو صاحب الكلمة يبعو إلى الله كما دعانا اليوم ونحن من ورائه نحن من ورائه أمة مستجيبة تتحرك قلوبنا بتحرك قلبه وتتحرك مشاعرنا بمشاعره فنحن لحمة واحدة لا فرقة بيننا إننا أمة وصفها الله بأنها أمة واحدة ولا يدوم ذلك إلا بما قرن الله به نهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون نهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فلابد من عبادة الله بشرعه ولابد من تقواه ولابد من الرجوع إليه ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إماما للمتقين وكان لا ينتظر برهة عندما يحس بخطر في الأمة فكان يخطب الجمعة كان يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم وفي وسط الخطبة جاءه أعرابي وقال يا رسول الله إن الناس في جد وقحط المطر واشتكى إليه ففي الحال رفع يديه إلى السماء ولم يكن فيها قزعة لم يكن فيها سحاب وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فقال أنس فمن تهى حتى كانت السحب فمطرنا إلى الجمعة المقبلة فجاء الناس وهو يخطب في الجمعة التالية وقال يا رسول الله معنى الحديث لقد كثر الخير وزاد حتى يكاد الناس أن يغرقوا فادعوا الله أن يمنع ذلك عنا فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا فتفرقت السحب وأحس المسلم كيف يكون الله معه وكيف يلجأ إلى صاحب الدعوة وهو الذي يحققها شرعا ومنهاجا وإنما لو كان غير ذلك ما استجيب لهم وإن استجاب الله لنا فببركة هذه الدعوة وببركة الرجوع إليه فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إليه واعلموا أن النجاة في شريعة الله وفيما أمر ونهى حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة الدائمة عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولنتب إلى الله جميعا أو كما قال التائب من الذنب كما لا ذنب له الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد وعد الله لا يخلف الله وعده إن الله لا يخلف المعاد هناك وعد قائم وهذا الوعد نذكره في الليل والنهار في كل عبادة وفي كل ذكر بالقرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وفي آية أخرى فيها استفهام يترك لعقول المؤمنين ولعقول الناس أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إن الله بصرنا بشريعتنا وعلمنا أن العمل بها هو سبب الخير ولكن إن أصابنا شيء فمن أنفسنا كما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فلننظر إلى أنفسنا حتى تتم التوبة ولنرجع إلى ديننا حتى يعم الخير وإنها موازين لا يختل أمرها وهي قواعد لا تنخرم أبدا إن دين الله هو الحق وإن شريعته هي الصراط المستقيم فاستقيموا بها وعيشوا كما عاش السابقون حركة دائبة بالإسلام وكان كل منهم إسلاما يتحرك في الأرض قولا وفعلا عقيدة وسلوكا إن دعوة اليوم فرحة عظيمة بالرجوع إلى الله تعالى إن الله ليفرح بنا اليوم إذا صبقت توبتنا إن الله ليباهي بنا الملائكة إن الله تعالى هو الذي دعانا إليه وهو أولى أن يكرمنا في هذا اليوم وأن يرفع البلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وأن ينزل الغيث والرحمة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اسكنا اللهم اسكنا اللهم اسكنا اللهم انشر رحمتك علينا يا رب العالمين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أيها المسلمون بعد صلاة الجمعة سيقوم إمامنا الأكبر أكرمه الله تعالى وجعله إماما للحق اسما على مسمى حتى ننقذ به وبرأيه وحتى يكون قائدنا إلى الخير دائما وإنها همة الأئمة نسأل الله أن ينشرها بين علمائنا جميعا سيصلي بنا ركعتين الاستسقاء وهي طلب السقية من الله والرحمة والبركة وهي طلب إنقاذ البلاد مما هي فيه وهي صلاة جهرية ركعتان عظيمتان لله سبحانه وتعالى وبعد الركعتين سيعظنا في خطبتين قصيرتين ويستحب أن تكون الخطبة في صلاة الاستسقاء من وقوف وليست من جلوس فنطلب من إمامنا كما لا يغفى عليه أن يقف بيننا بلا منبر وبعد هذا يدعو الله تبارك وتعالى بما نحن فيه وأن يعظنا بما يرجى لنا من خير إن شاء الله إنها صلاة الاستسقاء سنة فعلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلاها الصحابة رضوان الله عليهم وهي سنة باقية إلى يوم الدين إذا كان هناك كرب فالذي يفرج الكرب هو الله فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأختم خطبتي بالدعاء لولاة أمورنا في يوم الرحمة أن يكونوا مع الله وأن نكون أمة واحدة وفق الله ولاة أمور المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ترجمة نانسي قنقر